اشتركوا في القناة امدوا مرتقين بوطنهم سلم الذروة حاملين رايات الحق التي ترفرف بتاريخ حافل من التضحيات والانجازات الملهمة والتي تبعث في ابناء الوطن ورجال امنه اسمى معاني التضحيات والفداء في هذا اليوم 17 سبتمبر من كل عام نتذكر بكل فخر ارواح وتضحيات شهداء البحرين الابرار سواء كانوا من قوة دفاع البحرين او وزارة الداخلية او الحارس الوطني ويأتي هذا اليوم تأكيد وحرص من القيادة الرشيدة على ذكرها وتخليدها لذكرى هذا الشباب لضحوا بارواحهم خدمة ورعاية للمجتمع البحريني ولهذا البلد وهو بالتأكيد يوم خالد في ذكرى الجميع في هذا البحرين في هذه المناسبة تشرف تهنية القيادة الرشيدة بعيد جلوس حضاء صاحب الجلالة والعيد الوطني المجيد وكذلك هن المواطنين وجميع من تسبي قوة دفاع البحرين وعلى رأسهم سيدي صاحب المعالي القادة العام كما اشكر جلالة الملك لتخصيص هذا اليوم للاحتفال بشهدائنا الذين يضحوا بارواحهم في دان لهذا الوطن وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في تخصيص هذا اليوم وهذا اليوم ليس بمقابل لتضحيات شهدائنا الابرار وانما هذا ما تعودنا عليه من قيادة في رد الجميل لالدفاع عن هذا الوطن الغالي وعن الخليج العربي وقواتنا مسلحة الحمد لله الان مرابطة في اليمن من ضمن قوات التحالف العربي ونتمنى ايضا لهم ان يعودوا الى ارض الوطن السالمين قانمين طبعا تخصيص سيدي جلالة الملك السبعة عشر من ديسمبر يوم جلوس سيدي جلالة الملك كيوم للشهاداء هذه اعظم تكريم اليوم ذي احتفاءا بتكريم شهاداء الواجب وعواللهم ذكرى وتصطير لطبعا دماؤهم الطاهرة التي ضحوا بها من اجل البلاد في محافل الميادين العسكرية جلالة الملك المفدى ايده الله يستذكر مع شعبه الكريم في السابع عشر من ديسمبر من كل عام تضحيات ابناء هذا الوطن العزيز ليكون هذا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى جلوس جلالته وتوليه مقاليد حكم البلاد يوم تاريخي ومشهد يبعث على الفخر والاعتزاز ويؤكد المكانة المرموقة التي يوليها شعب وقيادة البحرين للشهداء البواسل يعتبر هذا اليوم يوم مهم وتم تخليد هذا اليوم لذكرى شهداءنا والذي ذحوا بأنفسهم رفعة لراية هذا الوطن وهم يسكنون حقيقة في نفوسنا وفي خلجاننا وفي هذا اليوم نحتفي بأسر الشهداء ونكرمهم نظير مقامه فيه بجهود بطولية لرفعة راية هذا الوطن الغالي هذا الوطن أصله ثابت وأبنائه في السماء إن شاء الله روية بدماء وأرواح الشهداء الأبرار اهتمام جلالة الملك بهذا اليوم له دليل واضح وكبير بما قدموهم إنجازات وإسهامات الشهداء وأهالي الشهداء في حماية هذا الوطن واستقراره شكر جرات الملك على هذا اليوم لأن هاليوم هو ذكرى اليوم الشهيد من أب من أخ من يعني الشعور هاي بيكون يعني حسوا إن الاستشهد كأنه أخوكم كأنه جزء من حياتكم في هاليوم احنا نقدر نحزن لكن نقدر نفرح للشهيد لأن الشهيد هو بيكون في قلوبنا اليوم هو يصادف 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم حق الشهيد أخاصة جلالة الملك هو نعتبر اليوم فخر لنا لأنه فخر لنا كوننا ابناء الشهداء بداية أحب أشكر جلالة الملك سيدي الملك حمد اللي هو على هاي اللفتة الجميلة وتذكر الشهداء ما يعني الحزن بيبقى في القلب والحزن مو شيء بسيط بس الأمل إن شاء الله رب العالمين يجمعنا معاهم في دار الآخرة ويحفظ عيالهم ويحفظ البحرين إن شاء الله دماء الشهداء الطاهرة حفرت اسم البحرين في مختلف الميادين وناصرت الحق في كل مكان وجاهدت كل معتد وآثم في كل بقعة ببسالة وشجاعة استحقت هذه الوقفة السامية من القيادة الرشيدة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقفة سامية من لدن القيادة الرشيدة للاحتفاء بأرواح الشهداء الذين سطروا أروع معاني العطاء والتضحية للذود عن أمن وطنهم ومصالحه إيمانا منهم بأن الوطن لمن يدرك مكانته هو الصرح الذي يفديه أبناء البحرين بالغالي والنفيس يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين وَ дети ENT مخص Blair